يوسف مش خبير اقتصادي ولا حاجة يوسف هو فعلا كان شاطر في الاقتصاد وتخرج من كلية الاقتصاد بتقدير امتياز حتى في دراساته ما بعد الجامعية كان يحصل على تقدير امتيازي بس مش دي القص يوسف مش خبير اقتصادي يوسف مجرد بني آدم وثق جدا جدا في هذه الدولة وثق جدا في دولة 30-6 وثق جدا في الرئيس وثق جدا في انه كنا هنقدر نحن نعدي هل كان عندي كل المعلومات الحقيقة لا واي حد غير يقولك كان عندي كل المعلومات هقولك لا لكن على الاقل انا وزملائي كان عندنا ايمان كان عندنا ثقة حقيقية ليه كان عندنا ثقة حقيقية لان الثقة تبنى احيانا او بشكل ما بتراكم وتبنى كمان بتراكم الواقع احنا شفنا انه تقلنا هننقذكم للاخوات المسلمين حصل هنعمل قناة السويس حصل هنبني مدن جديدة حصل هنبني جماعات جديدة وتبقى جماعات على مستوى عالمي حصل هنخضر الأرض حصل هنعمل مجمعات صناعية حصل هنعمل تأمين صحي شامل وهنبدأ بمجموعة من المحافظات هنبدأ بوحدة ونكمل بربعة وهنستكمل لحد السبعة وعشرين وبيحصل هنعمل حياة كريمة حصل وبيحصل هنعمل قناة السويس الجديدة حصل وبيحصل هنزود عائدات قناة السويس حصل وبيحصل على المستوى السياسي مش هنسمح بأنه حد أبدا يهجر الفلسطينيين حصل هنوصل للأكل والشرب والمعاملات الإنسانية حصل هنقف قدام العالم حتى لوحدنا حصل رئيس مرة قاله وإحنا ما نعرفش نقف على رجلين لوحدنا ولا إيه وقتها قعدنا وسقفنا كلنا اللي كنا حضرين هذه الكلمة وانا لو هنقدر يا فاند قال وقتها كده خليكم عاية خليكم عاية وإحنا معا الرئيس إحنا معا هذه الدولة بالمناسبة إحنا معا بلدنا ترجمة نانسي قنقر